طبعا لا، احنا شفنا المتظاهرين الذين تظاهروا ضد السفارة السودية بعد حرق القرآن الكريم وأيضا طلبنا أن لا يعاقبوا لأنه ندعو القانون العراقي والقضاء العراقي لأن يأخذوا بجوهر النية هل هي نية تخريبية أم هو موضوعة مصلحة إنسانية ومصلحة أخلاقية لذلك دعي سجلها الشيخ علي سجلها الشيخ علي ما الحرق السفارة السويدية لا لا دعني أكمل سيدي سجلها الشيخ علي أنا تعافيت مع الذين تظاهروا ضد حرق القرآن الكريم وطالبت بعدم محاسبتهم لذلك الآن لن أغير مبادئ بتغيير فصيل أو جهة سياسية أنا أيضا أرثب أن يحاسبوا ولكننا بما أن نحن أربعة نعدن أنفسنا من قادة الرأي لماذا لا سيد إذا تسمحوا لي يا زملاء العزاء لماذا لا نترك موضوعة هل هم على حق أو على باطل على جنب ونتحدث كما تحدثتم بعقلانية اختارون أن أتحدث أيضا بعقلانية ونطور من أساليب الرفض لهذا الكيان والبراندات الدعمة لهذا الكيان ويمكن للعراق بما يحمله وما يملكه من عمق ستراتيجي ومن وضع سياسي ووضع اقتصادي ووضع اجتماعي وحتى ديني رافض للكيان السريوني لماذا لا تنطلق من العراق وبمعية الذين يقولون نحن ضد هذا الكيان ونحن مقاومون لهذا الكيان سواء مدنيين أو عسكريين بغض النظام لماذا لا تكون هناك حملة للمقاطعة مقاطعة هذه البضائع مقاطعة هذه المصالح وبالتالي هذا المصالح إذا لم يجدها سوق بالعراق طبعا تعزل اشتركوا في القناة